بسم الله الرحمن الرحيم اه كلمكم النهار دا عن موقف كده وهي حركة زبالة جدا وما بيعملوها اه اولا انا كنت لسه متفعل ربح عندي من حوالي خمسة ايام تقريبا او اربع ايام ففرحتي جدا المهمة ده خلت على يعني اليوتيوب عشان اتفرج على الناس اللي قبلي هم اللي حصل معهم عملوا ايه عشان ياخدوا مسلا الارباح او ابتدوا يحقق او واحد تانية. وازاي ان انا فعل جوجل وفيه له اد موب ده عشان برضه فعاله. فتفرجت على ناس يعني مش يعني مش عايز اقول اسمها عشان مسلا ما يزعلوش او ما يقولوش ان انا بروض ليهم. انا الناس دي معرفاش بس هم ناس محترمين جدا ان هم اتنين هتعملت معهم. المهم يعني معلنا باختصار فانا جيت اه من ضمن الفيديوهات قالك ان انت لازما هم كان زمان كانوا تلات طرق ان انت عشان تسحب الفلوس بتاعتك. انما في طريقة شائلت اللي هي بتاعت ان انت يعني جوجل او جوجل ده بيبعث لك اه شيك كده بالمبلغ عن طريق ايه اوسترن اه يونيون. فانا زمان يعني كنت تفاكر ان في فرق وكده جنبي فلقيت الطريقة دي تحزفيت ما بقاش فيه اللي ان ان انت يعني يكون عندك حساب وكده فانا جيت سألت ازاي يكون عندي حساب قالك بتروح البنك يعني تفتح حساب والاهم حاجة ايه اهم ان انت يكون عندك حساب اصلا ان الحساب ده يكون بقبل اه تحويلات اه بالعملة الاجنبية. فانا عندي يعني حساب قديم مع ايش اس بي سي وكده فكلمت البنك خدمة العملة وكده وما ناس يعني هم محترمين خدمة العملة بتاعتهم بصراحة ممتازة جدا وامان معيدة عن بنك يعني البنك الاهلي. اه المهم انا اتكلمت اللي بنت ردت علي اتلي اه من دي ما ما بيقدر يعني التحويلات بالعملة الاجنبية. قالت لي بس انت مش هينفع تاخدها اه بالكيمو بتاعتها ان هي دولار. لا انت هتخدها مسلا مسلا لو الدولار اتلي انت هتاخده بامته. تالي اه مسلا جي لي واحد دولار ودولار عامل خمسة وعشرين جنيه هاخدها الخمسة وعشرين جنيه اتلي اه يا فندي. والله طب انا عاوز يعني اخد الدولار بتاع مش عاوز فلوس مصري انا عايز فلوسي من جمادة زي ما هي. قالت لي يا الله والله ده ايه ده غير متاح. المهم والت لها تمام اجتا يعني وكده فجيت لسه ارسالة جايلي يعني لسه اشياء مش فاكر جايلي من امت والله بس يعني مبارح واول مبارح تقريبا. لسه جيت كده بقراها النهاردة ماخدش بالي منها اول لما جات لي. اه هي دلوقتي ان هو اول حاجة اه يرجى العلم ان هو تم زيادة رسوم ها مش الربح. على المعاملات بالمعاملات الاجنبية. على جميع بيوتوكات ايش اي اس بي سي. بدء من واحد عشرين ديسمبر لعشرين اتنين وعشرين لجدوى رسوم الخدمات والمصاريف. كن بالزيارة طبعا ايه مركز التحميل تحت مساعدة ودعمه ايه وكده. فالله هو يعني ايه ايه. كل حاجة اللي هو تلك ايه وعايزة شاركة فيها. فا. مش عارف صراحة. اللي هما بيعملوه ده. برضو البنك الاهلي كان في حد شاكر فيه قبل كده. قال لك ان هو بنك حلو جدا بس ما شكرش في خدمة العملة بتاعته. هما بالفعل بالفعل يعني خدمة عملة يعني الوحشة خالص. ازا كان في الفرع اصلا ولا في التليفون. يعني اتعملت معهم قبل كده. كنت ساعتها في جامعة الكاهرة. طلعت اللي هي البطاقة بتاعت ميزة دي. خدمة سيئة. تتصل بيسبوك بالساعتين تلاتة على التليفون. يعني طهد ساعة يفصل. تتصل ساعة تانية يفصل. ساعة تلتة يفصل. فين وفين على ما يرده. آآ جيت طبعا اتعمل مع بنك مصر يلقيته موال تاني خالص. بنك مصر ده وده مش بنك مصر ده يعني. ده لو بنك يهودي ولا اسرائيلي هم يتعاملوا بحسن من كده بكتير وممكن يطلقوا لك فيزا. يا هو طلع لك الفيزا يقول لك بعد كده لقديم مش تابعنا يا فندم. وانا كان ليا معهم مشكلة يعني مقالوا لي آآ الكارت بتاعك وعلي اللوجو بتاع بنك مصر كل حاجة بس هو مش تابع لبنك مصر. بقول له مع الاشي ده اللي هو ازاي. قال لي يا فندم آآ الجهة اللي جابت لحضرتك الكارت هي المختصة بتفعيله. تكلمت الجهة ديت بعد وردت علي بصوى برضو. آآ قال لي لأ ده هو دلوقتي انت تحولت لبنك مصر. بس هو الموضوع خلص في كارية الزكية يعني ان انا روحت هناك الادارة بتاعتهم ذات نفسها. فكل حاجة عمالت زيد وكل حاجة باينزفته خالص. انت لو جايلك دولار مسلا هو ياخد منك نص دولار تقريبا ان لو اقع من لا شيء. واصلا الدرائب الحور اللي هم عملي ده هم اصلا ما لهمش كده يعني للدولة هنا في مصر تاخد مني انا فلوس هي ما دفعت ليش فيها جنيه ولا قرش واحد. يعني يا رو دفعي لي اشتا? درائب من حق ان انا يعني ده حق علي ان انا ادفعها. زي مسلا اجر محل واعمل نشاط فيه. فمشي. بتقدر بيوص جل واشتا? انما انت ماش جاي دفعي لي جنيه اصلا وجايد شاركني. في الفلوس من جاي داخلها لنا فده يعني لأ كده اوفر وبلحة متوصمين على الاخر.